رح يقدر يتحرش بالكاظمي باعتبارها قوي ومرتبط بقوى لكن قبل شوية كانوا يانا السيد رأت فهمي وسألت أنه في حال حصل الكاظمي بزيارته الأخيرة على دعم من واشنطن باعتبار أنه القاسم المشترك أو العامل المشترك ما بين العراق والولايات المتحدة هو وجود شخصيات تتلم هيبة الدولة يقدر السيد الكاظمي يعتمد على دعم دولي إن وجد طبعا هل هو موجود بالأساس أم لا؟ يعني مؤكد أن الكاظمي جاي بدعم دولي بالنسبة لي أنا أقول الكاظمي لم يأتي باستحقاق انتخابي ولا دعم كتلة سياسية جاي بترتيب دولي الكاظمي لمعالجة إشكاليات عملية سياسية زيارته إلى أمريكا لو يطلع على ترتيب زيارات الدبلوماسية لم تكن زيارة الكاظمي دبلوماسية بالكامل استقبل في مطار عسكري الخروج من المطار بصورة يعني زعماء العالم ما يطلع الموكب وطبيعة الاستقبال والحرائس وغيرها هذا اهتمام بهذا الجيارة طيب استاذ فارس خليني أقاطعك إذا تعتقد أن الكاظمي جاء بدعم أمريكي ليش تستبعد أن هذه العملية ربما سوف تكون فقط ببروبوغاندا ودعاء إعلامية طالما هو حصل على دعم الرجل شوف هو الآن أكيد الترتيب ما لا جاء بدعم سألني ما أقول أمريكي ولا بريطاني ولا يعني دولة أخرى يعني أكيد هو يعني موجود هذا الدعم بعض وقات يعني الدول عادة يعني خاصة هاي بريطانيا فرنسا أمريكا تخطط إلى يعني سنوات بعيدة بالتالي بعض الدعم لا يظهر بشكل واضح خالي أمطيك رسالة قبل ما يروح الكاظمي تخوف من الفصائل المسلحة موجود لذلك راح اجتمع بالفتح اللي هي أغلب الفصائل المسلحة ويالفتح اجتمع ويالفتح بناء على هذا التخوف من الزيارة أدماعات أعلن الأمريكان أن هناك انسحاب من قاعدة تاجي وهناك انسحابات من بعض القواعد هناك جدول يمكن إلى ثلاث سنوات لانسحاب القوات هناك تغيير في عديد القوات الأمريكية هذه رسالة دعم للكاظمي طيب أمام من يعني يتوجس منه مع العلم أن انسحاب من التاجي صار لأشهر مو بزيارة بدأ فصار لمدة لكن هذا ترى أن الأمريكان في هذه الرسائل هو دعم للكاظمي